ما الذي تستطيع أن تقوم به مصر؟ أخي مصر لديها حدود مشتركة مع غزة مصر مختلفة عن كل الدول العربية الأخرى بأن لديها حدود مشتركة مع قطاع غزة نحن لا نطالب من مصر أكثر مما هي تستطيع أن تقوم به أنا كل ما أريده من مصر أن يتعاملوا معنا يا أخي كجيران بلاش كعرب بلاش كمسلمين يعني موقف إنساني ماذا يعني أن يسمح لإسرائيل أن تمنع الدواء والماء والغذاء عن الأطفال ماذا يعني أن يسمح طيب هي ضد التهجير هل مسموح أن يتم تجويع أهلنا في غزة حتى الموت هل هذا يعقل حتى لو لم نكن عربا ولا مسلمين وليس بيننا هذا التاريخ المشترك على مدار مئات السنوات هل يعقل إنسانيا أن جارك حتى لو كان من شعب آخر يعاني كل هذه المعاناة وأنت تنتظر ماذا تنتظر مصر أولا إسرائيل أعلنت الحرب وعلنت الحرب على غزة وهي تقوم بهذه الحرب منذ 128 يوم وهي متهمة الآن بأنها لا تقوم بحرب عادية وليست جرائم حرب بسيطة هي متهمة بأنها تقوم بجرائم إبادة شعب هذا الشعب هو شعب عربي مثل الشعب المصري ولديه حدود مشتركة مع مصر مصر تستطيع أن تفعل أكثر بكثير أنا أقول ونحن نقدر الدور المصري الذي منع التهجير لأنه كان واضحا وأعلن ذلك هذا ليس تحليلا سياسيا أخي إسرائيل نشرت أن خطتها وبرنامجها كان تهجير مصر منعت ذلك هذا أمر يقدر ويثمن ولكن لا تستطيع مصر أن تكتفي بذلك شكرا